السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعين الكرام في قناتكم قناة إغريك تيزاد لأهم أخبار الجزائر اليوم متابعين اليوم لدينا تطورات أخبار مهمة جدا كما ترون دائما في إطار حملة محاربة الفساد الواسعة للجزائر ضد العصابة السابقة التي دمرت وعيشت الشعب في المعالاة كما ترون هذه المقالة لنشرتها صحيفة الأوراس وكتبت عنه مقالة بعنوان الوزير السابق بوشوارب يطالب فرنسا برفض تسليمه إلى الجزائر الآن بوشوارب يتودد لفرنسا بأجل أن لا يتم تسليمه للجزائر عن طريق سلطات فرنسية وهذا الرجل الجزائر أرسلت إلى فرنسا عنه أربع مذكرة توقف دولية من أجل تسليمه للجزائر بسبب تورطه في قضايا فساد كبيرة جدا وقضاياها بأموال الشعب الجزائري والخزينة العمومية وحزب المقالة تقول أن قضيته ما زالت تحت التحقيق من قبل القضاء الفرنسي ولو ربما سيتم تسليمه للجزائر في شهر أكتوبر وبعد قليل المتبع سنشاهد مع بعض تفاصيل جديدة حول هذا الموضوع أيضا البارحة كان هناك هجوم كبير وواسع من نطاق من قبل النظام المخسن وبواقه ضد الجزائر يتهمون فيها المخابرات الجزائرية وعدد كبير من المواطنين هناك صدقوا بالفعل الرواية المخسنية أن الجزائر هي من وراء تحريض الشباب المغربي على الهجرة اليوم يخرج بعض المواطنين الأحرار وشرفاء من عندهم يوجهون صفحة قوية جدا في وجه النظام المخسني ويقولون الهجرة بسبب أنكم فاشلون في تسير الدولة وأنكم سبب معاناة الشعب المغربي وضيعه في المنوعات وأوضاعه الصعبة في المعيشة وانتشار الفقر والمجاعة هناك وليس الجزائر هي من السبب وراء قدام هؤلاء الشباب على الهجرة بأعداد كبيرة وبعد قليل سنشاهد ما يقوله المواطنون هناك حول هذا الموضوع أيضا لدينا في الأخبار تقرير رائع جدا موتى بن كرام ومفصل حول منتوج المرجان الجزائري والسبب الحقيقي وراء منعه من دخول الأراضي الأوروبية وتحديد الفرنسية هناك مخطط خبيث يستهدف تدمير كل ما هو نجاح جزائري ويكشف هذا الرابورتاج كيف أصبح منتوج المرجان الجزائري بين عيشية وضوحها حديث كل الصحافة العالمية وينافس كبرى الشركة العالمية مثل شركة نوتيلا وهناك العديد من القنوات مثل البي بي سي والجزيرة والكثير من القنوات أصبحت تتكلم عن الجانب السياسي وليس التجاري هناك اللعبة قادرة جدا تدار الآن خلف الكواليس من أجل عدم مشاهدة المنتوجات الجزائرية يتم ترجوها في الأسواق الأوروبية ونحن أمامنا اليوم نشاهد وأمرة يعني الآن نشاهد صوتا وصورة حملة الاستهدافات لكل ما هو جزائري كما شاهدنا محاربة الغرب للباطلة الجزائرية إيمان خليف في الأولمبياد السابقة قبل أشهر من الآن وقبل منتوج المرجان وسنشاهد متبني كرام التقرير مع بعض بعد قليل وفي الأخير سنشاهد مع بعض فيديو يكشف مخطط الخونة في خارج الوطن الذين يقولون بأن الدنار الجزائري يتقاقر ويقولون أن الجزائر تطبع الأموال بسبب التضخم وما إلى ذلك اليوم لدينا لكم دليل قوي جدا يظهر أن الجزائر لم تطبع الأموال في سنة 2024 والأموال هذه كانت مطبوعة من سنة 2020 يعني عندهم حول أربع سنوات منذ أن تم طبعهم وهذا يعطي دلالة واضحة أن الجزائر ليست بحاجة إلى طبع الأموال وإنما لم تحتاجهم في ذلك الوقت والآن تحتاجهم وسنشاهد الفيديو مع بعض بعد قليل كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم على بالتفصيل في يوم هذا قبل أن دابل التفاصيل من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات ومنذ الإطالة دعونا نبدأ في التفاصيل هناك فيديو أعزائي المشهدين يتم تدوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وردا على أولئك الذين يقولون بأن الجزائر والمخابرات الجزائرية هي من تحرض الشباب المغربي على الهجرة وإحداث فوضى في البلاد شاهدوا متابعين الكرام وتخيلوا أنه في سنة 2024 ما زال التلميذ الصغار في المغرب يذهبون للمدارس عبر الأحصن والحميل أكرمكم الله متابعين الكرام يعني وسائل النقل بداية جدا يتم نقل فيها التلميذ إلى المدارس في الجراء المغرب كما ستشاهدون في هذا الفيديو وكل قوهد النقل المدرسي هو هنا في هاد سنة 2024 شوفوا معنا شوفوا معنا شوفوا ويلي 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 من جييل من جييل شحم كولومتر قريبا خمسة كولومتر واو 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 سبعة كولومتر لأنك هو كروسة شوفوا معنا شوفوا معنا شوفوا معنا شوفوا إذن آخر صور من النقل المدرسي في جماعات بخصوص هذا الموضوع متابعين الكرام رد بعض المواطنين الأحرار على الحملة التي تقول بأن الجزائر هي السبب وراء الحملة الكبيرة للهجرة صوت مغربي حر يرد على العبث الإعلام المغربي ونخب التلوين الذين اتهم الجزائر بأن لا هيد في الهجرة الجماعية كما ستشاهدون وتسمعون ما سيقوله المواطن هذا حول الأزمة التي حدثت البارعة صافي أما أنهم يردون في الجزائر لكنهم يردون وجودهم تصور ويجبون تصور للفوق وحقيقين لا يردون برد من الله أجبهم بورما ولا قوانطانامو ستينة الفشخصية أولدها أمشاء هرسوا لي تيوي فون وحرقوا لي لحويش دياله في الأرض وضربوه صافي لا يردون أن يغطوش وحيش بالغربة أهلا الجزائر وحنا تفقينا مع الحكومة ديالنا نتتغرفت بشي تدر الجزائر وأفقي العياد وبعد يوم أحداك ولد بلاد كيان هو مصئول وتفهمناها تعمل تنشي تجي الجزائر لا هو مرض حرام أهلا ومصفة شي كامل وأفقي بعد هين مع المسئولين ديالك انتها لقد قمعها ومنحل لما دروتها حاجة من هذا شي كامل أهلا نتها عن الخرين أيضا هنا لكم مواطنة أخرى موتة من الكرام تخرج في فيديو وتقول الحقيقة وتكشفوا العيشة لعندهم عقدة نفسية من الجزائر كما ستشاهدون وتسمعون في هذا الفيديو العيشة المقهور المدلول أهرك الجزائر عندكم عقدة نفسية من تجاه الجزائر وذي ما كنقولها أنا مش كنت بالجزائر أنا كنقول الواقع تعل ما غارب تعل العيشة الحاقيدين ولا عزاء للحاقيدين العيشة من الناس بغي توصى شي رسالة للمنادل ولا شي مغربي حر وصل لي رسالة كالشخص لي هو ما تخلش لي الجزائر جزائر قهرموك الجزائر قهرموك مخليه لك عقدة هنا نفسية بخصوصي منتوج المرجان الجزائر الموت بين كراموني لكن صحيفة الوطن تنشر رابورتاج مفصل تكشف فيه عن سبب إقدام الدول الأوروبية بفرض عقوبة على المنتوج الجزائرية المرجان على كل لسان شوكولاتة الجزائرية تغزي الأسواق الفرنسية وتسقط بالذربة القاضية أقوى المنتوجات الأوروبية وأعلاقها ومنها نوتيلا في خطوة أثرت الجدل منعة السلوطات الفرنسية ترويجها في أوروبا بعدما حققت الشوكولاتة الجزائرية نجاحا باهرا تعرف على قصة المرجان التي أصبح حديث الناس والإعلام في فرنسا كما ستشاهدون في هذا التقرير الرائع الذي يكشفه كامل التفاصيل حول منتوج المرجان الجزائرية المرجان على كل لسان تحدثت عنه كل وسائل العالم الفرنسية تقريبا أصبح تريند على منصات التواصل وحدث الساعة في فرنسا ليس دواءا أو سلاحا كيميائيا ولا هو اختراع يطيل العمر إنه المرجان الجزائري الذي فضله 75% من الفرنسيين على بقية المركات العالمية شوكولاتة البندق القابلة للطلي تلقى رواجا كبيرا في الجزائر منذ العام 2001 وعجري تغزو أسواق فرنسا وأوروبا وتنافس أكبر منتوجاتها وعرقها نوتيلة العلامة الإيطالية الشهيرة تكبدت ضربة قاضية انهارت مبيعات الشركة ولم تصمد أمام الاجتياح الكبير للعلامة الجزائرية طعمها لا يقاوم والسعرها خيالي هكذا يقول هؤلاء الذين جاءوا لانتظار حصتهم من المرجان رغم قرار السلطات الفرنسية حضر استراد المنتج وتوزيعه في البلاد بدعوى عدم استفاء الشروط القانونية لترويج منتجات الحليب الجزائري في أوروبا في خبر آخر موتى بن كرامو فيما يخص بآخر التطورات الحرب الروسية الأوكرانية هناك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعين سلاح جديد ومتطور وهذا السلاح يعتبر سلاح المسيرات كما نعلم المسيرة الآن في أي من هذه أصبحت سلاح مهم جدا في الحروب الحديثة الرئيس بوتين يتفقد نماذج من الطائرات المسيرة في إحدى الشركات الروسية بمدينة سانت باترزبيرغ الروسية كما تشاهدون في هذا الفيديو دائما فيما يخص بأخبار الجيش الروسي متابعين الكرامون لك أسلحة يمتلكها الجيش الروسي والجيش الأمريكي عاجز تقليد روسيا في إنتاج هذه الصواريخ كما تشاهدون هذا الصاروخ هو صاروخ روسي فرط صوتي المحل السابق في وكلة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون يقول بأن الولايات المتحدة لا تمتلك صواريخ فرط صوتية عاملة والروس لديهم ثلاث نسخ من هذا السلاح يمكنهم تدمير صفن أي هدف عسكري روسيا هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من تطوير صاروخ أسرع أكبر بعشر مرات من سرعة الصوت هذا متابعين الكرامون يقوله المحل السابق في وكلة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون وشاهد شاهد من أهلها أن هناك تفاوق عسكري روسي على الأمريكي في مجال العسكري أما في خبر آخر متابعين الكرامون هناك الممثل الأمريكي المشهور عالميا وهو فوندام يوجه رسالة لجميع الجزائريين كما ستشاهدون في هذا الفيديو أعزي المشهدين في أخرة التطورات الحرب في شرق الأوسط والحرب بين الكيان الإصالي وعزب الله في لبنان هناك فيديو تم تصره اليوم وكما ستشاهدون قاذفات القنابل الإسرائيلية تحلق فوق بيروت عاصمة لبنان كما ستشاهدون في هذا الفيديو الآن متابعين الكرام دعونا نشاهد السبب الحقيقي وراء انتشار إشاعات أن الجزائر تقوم بطباعة الأموال بسبب أزمة التضخم وهذا ليس أمر صحيح أن الأموال تم طبعها في سنة 2020 وليست في سنة 2024 كما ستشاهدون ما يقول هذا المواطن في هذا الفيديو بالدليل السلام عليكم قوتي فيديو مهم بزاف 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 ركزمني ها تطقيقها بك هذا ما كان شوف أرهم ديرين حملة فهذا اللي ما تلخلين هذو باللي تزاير زاد الطبع الدراهم جدد بعد يعطيك أرقم تسلسلية هذي يقول لك شوف باللي ما انتها لو كان ما هم جدد ما تلقش أرقم تسلسلية سوا سوا مع انت دراهم خرجوا جدد ماليون للدسويت سبتمبر 2024 هكذا ركزمني يقول لك باللي تسلسلية والتضخم والدينار راح يتكاركال باللي واحد دولار يقول له سوي مابلش ألف دينار ما فهمت أنا فعلاش يقول لك اللي تسكتش بثلاثين عرف بدون تسلسلية حمسين عرف على سطنوبيت ستريها مليا والزاور اللي يرحمه سيبو تغيرها غير تطبع غير تطبع ولكن اللغز لا يوجد هنا اللغز هنا ونرحمه هل ستريدك هنا و تريد دراهم هذا رضت ترجمة لن اخذ لن اخذ بل سنك 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 بل نشيج معناه ضرر حماله يدخلون مربع سنين و شهرين و تلاتاش نيوم ماخذونوا مكان كبير بول ما تحتاجوه ما تخرجوه الآن متابعي الكرام دعونا ننتقل الى الخبر الاخرى حيث طلب عبدالسان بوشورب وزير الصناعاء السابع أمس من القضاء الفرنسي رفض تسليمه الى الجزائر حيث مصدرت بحقه احكام غيابية بالسجن خمس مرات نال في كل واحدة منها عشرون سنة سجنا مع التنفيذ بتهم الفساد وكشفت وكلة الانباء الفرنسية ان محكمة الاستئناف في اكس ان بروفانس حكمها في 9 اكتوبر المقبل بعد تقديم السلوطة الجزائرية طلبا رسميا لترحيل بوشورب محامي بوشورب بنجامين بوفبوت نشد القضاء الفرنسي بعدم الموافق على ترحيله مدعيا ان هذه الاحكام لا تتوافق مع المعايير الدولية والملاحقات القضائية ضده تأتي في اطار تصفية سياسية مرتبطة بما وصفه بتطهير البلاد من حقبة بوتفريقة وفق ما نقلته وكلة الانباء الفرنسية وفي هذا السياق ذاته اضاف المصدر ذاته ان النيابة العامة طلبت تأجيل القرار لتوحيد معالجة جميع الطلبات التسليم في جلسة واحدة وتتعامل المحكمة الفرنسية مع ثمانية طلبات تسليم من الجزائر ثلاثة منها تتعلق بفتح ملاحقات قضائية وخمسة لتنفيذ احكام بالسجن تصل إلى عشرون عاما لكل منها بالاضافة الى غرامة مالية ومصادرة ممتلكته بتهم الفساد والرشوة وتضرب المصالح واختلاص الاموال العامة الفضائح المالية لم تغب عن بوشوارب فقد كشفت صحيفة لوتون السويسرية سابقا ان القضاء السويسري جمد حسابا بنكيا يمتلك بوشوارب في جينيف يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون يورو يشتبه في انها من عائدات الفساد بعد طلب من الجزائر وفق الصحيفة ذاتها التي اطلعت على الملف فقد حددت السلطات الجزائرية 27 تحويل بين عامي 2019 و2016 بقيمة اجمالية تنقدرها 31 مليون دولار وربما تكون التحويلات مرتبطة بهذه العقود بالإضافة الى انشاء شركة أوفوشور في باناما في عام 2015 للسماح للوزير بوشورب بفتح حساب في سويسرا لنقلي 700 الف يورو من لوكسنبورغ اليه وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي تكلمنا عنها بالتفصيل في يوم من هذا إن أعجبكم بالفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات وسألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته